موسيقى السلام عليكم اخواتي انتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة و السلامة يا رب اليوم ان شاء الله نشوفوا مع بعضياتنا معقودة ادير الشيف لور او لا ادير زهرة القرنبي اللي كي يجيم قرمش من بره اخواتي بوحد العجين بحت شكل ديل بيني نفس العجين اخواتي اللي كنت اعملت بها الدنجال الى كنتو حضرتوا الفيديو للشرائح الدنجال فحنا اليوم ان شاء الله سنصوي المعقودة ديال زهرة القرنبي طولة ديال الشيف لور كيف ما كتشوفو كي يجي يعني البرة ديالها كي ما كنقولو مقرمش من بره ومن داخل اخواتي ما شاء الله شوفو كيف كدشي نتمنى اخواتي من هذا الوصفة تجيبكم وتنريد ديالكم بلما نطور لكم اخواتي خليكم مع الفيديو وما تنسوناش من لايك اخواتي والبرتاج والتعليق شكرا لكم بزاف اخواتي الغاليات وما تنسو زيارة صندوق الوصف بلما نطور لكم اخواتي خليكم مع الفيديو اللي في المكونات والطريقة باش حضرنا المعقودة ديال الشيف لور ولا ديال زهرات القرنبي بسم الله على بركة الله اخواتين بدافت حضير الوصفة عندنا هنا يا زهرات القرنبي طولة للشيف لور اللي احنا كننضفها بطبيعة الحال كنقشرها كننقيوها فيها الشي بليسة كانية يكون متاسخين كيف ما كنتعرفوا ارض غييتة توسخ فحنا كننضفها كنناخدو هنا واحد الاناة كننرو فيه الماء وكننرو فيه الخل باش كننضفو هادو كآه زهرات ديال قرنبي طولة ديال الشيف لور اللي عندنا كيف ما كتعرفوا رات يكونوا فيه دوال الجوانب فدروري من الخل باش ننضف لينا ويعقم لنا هاد الشيف لور ديالنا كنحاولو نقطعوهم صغر باش ميزوش نضيفه على طريقة البخار تضيفه الماء كافيanya لكي يدخلنا في جميع الزهرات Sans الماء نضيفه على طريقة البخار نضيفه الإناء دقيقة الأبيض دقيقة الاندإباء كمية محددة كمية محددة فلفل الاسود كركم كامون الشطة السودانية الخميرة الخبز الخميرة الفورية نخلطه بالماء نخلطه بالماء نخلطه على شكل عجينة تكون قليلا تقيلة بشكل عجين يعني العجين تكون قليلا تقيلة نخدمه بها هذا البيني نحاول نخلطها بشكل عجينة لأنهم يدوبوا ويجانسوا نغطه ونجعله يختمر هنا من بعد ما طابت لنا هذا القرنبيط والشيف لور نخلطه هنا فص كمية كمية نضيفه هنا نصف حامضة كمية ونضيفه هنا الثوابل الزيت العادي وزيت المائدة تقرر معلقة صغيرة في معلقة صغيرة نضيفه هنا الشطة السودانية نضيفه هنا نضيفه كمية نضيفه إلى الماء نضيفه العطر نضيفه بجدد هذا القرنبيط نضيفه هنا الكاز الفينو والكاز السميدة الرقيقة اضافة لبطاطا نضيفه لها البيض هنا نضيفه سميدة او دقيق هنا كيفما ترون العجينة من بعد ما خمرت نشكله في خليطة نضيفه كورة ونضغطه على اليد وضعه فوق الشوكة وفوق الفرشيطة نضيفه في العجين نضيفه في المقلة نضيفه في المقلة نضيفه في المقلة المقلة على النار تكون حامية نضيفه نضيفه في المقلة كيفما تردد نضيفه في giro نضيفه في المقلة ونضيفه في المقلة ونضيفه في المقلة نضيفه في أطباق الشيف لور وزهر القنابيض يتقدم مع السمك و المقبلات و الشلدات نضيفه من زيت و نضيفه في صفايا و إيناء و شبكة تجد نزيل كلها مع بعض كورة او من بعد كمية كمية الكامل وهذا هو معقودة ديالنا وليل بيني بالشفلور لزهارة القرنبيت كي جيرا كيف ما يشوفه أتمنى أخوتي الوصفة تعجبكم وتنريدة ديالكم لعجبتكم بتنسونا شمضايق وزيارة صندق الوصف